رشاشات بي كي سي على متن احدى طائرات الخطوط الجوية العراقية هذا ما كشفت عنه مصادر صحافية نقلا عن مسؤولين في وزارة النقل في اخر تطور لخروقات هيئة الطيران المدني ضمن مسلسل الفساد الاداري في هذه المؤسسة المصادر ذاتها اوضحت ان ادارة مطار بغداد الدولي سمحت لحمايات نائب برلماني بحمل السلاح في احدى الطائرات في خرق استثنائي لقوانين سلامة الطيران الدولية الانتهاك الاخير قابله اجراء من هيئة الطيران الدولي قضى بفرض غرامة مالية بقيمة نصف مليون دولار على ادارة مطار بغداد وحرمان احد الطيرين من العمل مدى الحياة بسبب سماحه لحماية النائب بحمل السلاح على متن الطائرة سلطة الطيران الدولية اندرت بشدة ادارة مطار بغداد ووزارة النقل وهددت بمنع العراق من استخدام حقه في الملاحة الجوية الادارة الفاشلة لوزارة النقل برئاسة الوزير كاظم فنجان الحمامي جعلت العراق خارج الدول الموثوق بها فيما يتعلق بقواعد الملاحة الجوية هكذا يقول خبراء في مجال الطيران لكن ما حدث اخيرا في مطار بغداد لم يعد مستغربا فالقائمون على الخطوط الجوية ارتكبوا مخالفات موثقة تخص معاير السلامة الدولية مخالفات دفعت الاتحاد الاوروبي الى منع الطائرات العراقية من التحليق في اجوائه تبدأ باهمال الاتصالات اثناء الرحلات والانحراف عن خط سير الطائرات والتدخين في قمرة القيادة ولا تنتهي بممارسة طقوس كهذه دول كالنمسا وبريطانيا والسويد قد منعت الطائرات العراقية من الهبوط في مطاراتها منذ عام 2014 بسبب النقص الكبير في وثائق الطائرات واجهزتها الفنية وطالبت هذه الدول وزارة النقل بتدارك التخبط الفني والاداري باسرع وقت ممكن لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى الان